اهلا بكم من جديد بيسعدني ان يشاركني في هذه الفقرة زميلاي العزيزان نقد الرياضي صديق العزيز الاستاذ احمد الخضري فالشابان امنور وحاططلي المنديل الابيض لالي حاجة وبحب اللون الابيض طبعا كل الوان كلها طب اعملها دي اعملها بقى اعمل اي عاجة من دول ده اعمل من دول ده اعمل من دول ده اعمل من دول وليس هنعزف خدك سنتين عشان على ما تخلص دكتور ولدي الحديدي منورنا اهلا بيك استاذ محمد نور اعم يعني بص سندباد البرنامج سندباد البرنامج مش هيقول يا رئيس اصنع ممكن نروح كاس العالم يا رئيس اممكن نروح كاس العالم اللي اعمش فيه طب فرصة عندنا ازا بست يوم الاتنين الجاي فاتهد بقى شوية اهد شوية انا ما اقول لك ايه ده انا واحنا كده نفس النوم يعني كان بيبقى تقيل على قلب السفر اه اه بص كل الكقوس العالم يجي دعواته مستفرش ايه تشفيزاف كدير انت برطب خالص ده كاس العالم بص كان يبصوا ايدي ع عيات ربنا بس وليدي يقول لك يا رئيس بس انت كتب في تاريخي طبعا لا اكيد طبعا صح طبعا طبعا مش كلام مش كلام يوم تخطية في الاجواء دي بالاخر هتعمل زي احمد مظهر في العيد النعامة يبقى تاريخك ده وتجيب مكانه مسبوسة ومطنة ربما اوصل انا اقول لك على حاجة في البيت لقيت انا عندي مكتب كده باشتغل عليه فلايه تحت المكتب كرتون اخصم بالله كده فبص على الكرتونة كده لقيت كل الدروع بتاعي نايشين مالممة كل الدروع والنايشين كان بينضافوا فلموها في كرتونة فالتوله ما انا قلت والله عيد النعامة اخرت اخرتها اتلمت كلها في كرتونة اخرتها سهيل قلتوله بالكرتونة دي يا ولاد اللازينة ده تاريخي كمية دروع مفاهمت عندنا دروع وعندنا شهال وحاجات بقيت امص فيه انا كتب فرصة امص واسترجم استرجعت الزكريات بقى اه من عشرين سنة ولا ده خمسة وعشرين ثلاثين سنة تختر من كده تاريخ يا شبال انا بشغل صحافة من ايه ما كنت في تالتها ابتدائي اه بصدبت الصحافة المدرسية طولك على حاجة والله ما عزيب كنت بشغل صحافة المدرسية من ابتدائي اه ايه ايه بصوتي اوحيات ربنا اقسم بالله اتدائي واعدادي وسانوي اه ولا كان في بالي هبقى كده خلص بس كنت انا كنت بعمله عشان ازاقهم الطبور اه طبعا بدا ما تقول با سبحان الله فبعدين لقى صوتي حال فجملت فدائم المكان يختاروني انا فكنت الصبح اقول الناشرة تعالى كان زمان بقى تحيت العلم بقى قلت لا كان زمان كان فيه بجد طبور بجد ايو اه غير دلوقتي يعني زمان كنا بنعمل طبور بجد وفيه معلومات بجد وكان فيه قصص قصيرة الزمرة تطلع تقول ادب وتقول شاعر وتقول قصص قصيرة يعني كانت فيه طبور بجد دا حقيق بيعمله زي اللي احنا بنقوله دوقتي في الميديا رانينج اوردر دا حقيق دا حقيق دا حقيق وبعدين تبدأ تحية العلم وتبدأ التابلة والفاكر انت تتركت تركت طبعا طبعا ايام احمد كان بيزوغ اصلا ايام ايه انت كنت بتحضر التابلة بزمانك لا بصراحة لأ كان مزيغ باصلا بصراحة لأ طيب ايش حايزة اقول بس عشان ولادك لك خلاص بقى اه خلاص بقى لك بتقولون كنتك هو حدي بيحدر دلوقتي ما خلاص بقى محدش بيحدر حاجة دلوقتي اه دا بقى الحضور هو ال الموضوع كبير هو اللي غريب الموضوع كبير الموضوع كبير اه اه انا شايفك مبسوط النهاردة وجاي كده منشاكح بعد القيد اتأيده قلت قول لأنا واحدا متأيده ووضح بقى انه ما كانوا متأيدين اصلا يعني عمش فيه مني حاجة مين بيتحكم مني شرت الجملة بتاعت شرباجي اللي قالك ده بيشيل لتحد الكرة الليلة ناقش بيشيل ها انا اخد بالك ناصلي يلاقيهم شوائي طب ماشي نقراه 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 حتى هو تانية جماعة ها نقراه ده الساطر ده انقاذ لتحد الكرة ده الانقاذ القانوني لفخ اي شاكوة بenda القصة مش شاكوة الزمالك يعني مريك مر قالي ده 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 ديل وهو زمالك حيتأيد بس مش هيشتي dèsكي وهيتنزع على الالي يعني ماشي جراه لي كده يا جماعة بالشاك الزمالك سجل لعبيه قبل غلق باب القيد لكن اتحاد الكرة رفض استلام بصه بقى ها هي ده الساطر بقى هوا الي انت بتقول لي ده لا باستحاد الكرة رفض استلام اي مبالغ ماليا من رئيس النادي وهو امر لا ايه افهمه انا عايز اقف عند الجملة دي. عارف دي معناها ايه? اه. ان ايه شروط القيد? اه. من ضمنه شروط القيد القانونية. اه. التي لا يجوز الا بها القيد. انك تسدد رسوم القيد. سببك من مديونية. اه. يعني سببك اللي عليك دي قصة. اه تمام. رسوم القيد. اه. لو ثابت ان الزمالك ما سددتش رسوم القيد يستطيع اي حد ان يقعد الزمالك. طبا اه. فهو انا عايز يقول ايه? انا بيقول ايه? ان الزمالك كان معاه الفلوس والتحاد الكرة اللي تعنى اتمردتش ياخدها. طيب ما انا بقول كده ان الاتحاد الكرة بيشاهل الاتحاد الكرة الليلة. انا مش بيشاهله ده الانقاذ. لأ انا شايف ان هو بيشاهل اتحاد الكرة الليلة. ما يا رئيس افو ده انادي امبي. اه. حنزل درجة تانية. مسلا. اي نادي مش اقصدش امبي انه حينزل ما فابولش يعني. نادي شبانة. حاجي وانا نازل درجة تانية حقادي. ام. بحقول ان دوري مخالف. لانه نادي الزمالك لما يكن له حق القيد. مسلا. ام ام. في الروح المحكمة او اروح المحكمة الرياضية الدولية. سي مسلا. السطر ده. ام. وحيسيات التظلمات اللي هتحطها في قرارها ده. ده اللي هينقذ القضية دي. ليه? بعيد عن التفاصيل بقى بتاعت ناحنا اللي هنقض نحكيه على الهواء دلوقت. انت هتقول لي الزمالك كان معاه الشيكات تحاد تقول رفض ياخدها. او تحاد تقول لك رفضت اخدها يمكن بدون رصيد. اصل ورقة بتاعت بريزنتيشن اللي كان كتبها مستند لا يعتدي بي. كل ده الكلام احنا انا وانتا نقوله ايه? على الهواء. لكن السطر ده بيقول ايه? ان الزمالك ان لجد التظلمات بتقر. هنا السطر ده بتقول ايه? لجد التظلمات بتقر ان الزمالك كان معاه الفلوس وبيوردها للخزنة والخزنة اللي رفضت. في موقف غير مفهوم. فاذا هنا بيشايل خازمة اتحاد الكورة واتحاد الكورة الموضوع. فاي حد يروح على المحكمة? من قلت كده. ما اخيز اتحاد الكورة دي هي اتحاد الكورة. هي اتحاد الكورة. طيب. ما ما فيش دليل على اللي بنقوله. لأ بس. ما فيش دليل. ماشي. انت بتقوله كلام? انا وانت بنتكلم على الهواء. رئيس اللجنة هو برجل. اهو ده بقى الاخر القانوني. طيب. 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 لا هي بغد النظر. خد بقدر بلنقذ اتحاد المسابقة. هي بغد النظر بغد النظر يبقى احنا الكلام اللي قلناه ان هو فيه تعنط من الاتحاد. انت عرفنا. انت خلافاتكم مع بعض على جنب. يعني الناس والدوري والمجتمع والناس. ما لهمش علاقة باللي بيحصل ده. جي متأخر. جي بدري. اه هجمني. شتمني. انت شتمته. دي. دي. دي قصص جانبية. تمام. لكن ده في حق النادي. وانت اخرته كمان عشرين يوم. طب بقى ايه اللي بقى لو النادي زي مالك اشتكى بقى كمان. كانت حلاو واكتر واكتر بقى. انا عايز تعويد. انا الخوف مش من زمالك. اه? الخوف مش 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 من شكوى الزمالك. لا 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 مش اه. الخوف ان الاهل يخش طرف او الاندي اللي بتهفض تخش طرف او اي نادي. اصلي فهمت الطرف ليه? هو دلوقتي. هو ده مش حق اه حق النادي اللي هو اصلا. انت مش فاهمني. ايوه. حقهم كل حاجة انا مانت بنقوله بس. اه. بس مفيش ورقة رسمية. لما يجي اي جهة. بتحقق بتحقق بايه? بالمفتند. اه. مش هتاخد الخضر على الهواء اه. او رئيس نادي الزمالك قال ايه? او رئيس اتحاد الكرة قال ايه? الورق نفسه قال ايه? اه. قال ايه? ده قصدي. اتحاد الكرة مفيش في ورقة بتقول ان الزمالك تقدم بالفلوس فعلا نهيها التراويضة ورافض ياخدها. يا فندم يا فندم. بس عشان بس ما نتويش الناس اللعبة بتأييدها. اصلا. اصلا انت دلوقتي اللعبة دلوقتي انت عايز تأييدهم النهاردة. طب ما انا عندي اتنين اللعبة كمان نشوف لها مخرج ونقايدهم يوم خمسة وعشرين. ونقايد كمان تلاتة اللعبة يوم ثمانية وعشرين. اللعبة بتأيدها. ما هو ماشية. انت بتتكلم في الكرنيه. بس نسيبك نسيبك من القيد. القيد خلصال. خلصال من زمان. ده مش قيد. مش مش معطردي. ما انا بس انا بوضع حاجة للناس. مش معطردي. ده اللي حصل الجماعة ده النهاردة مش قيد. انا طلعت الكرنيه. عارفتها في النخابة? انت خدت قابلت الناس في الدفعة وبتاع. مطلعتش كرنيه. لأ انت رفتش بالك من تصريح عدد الفرداش. قالت ايه. على ان يسدد الزمالك. اه. رسوم القيد. هاتبتالي يا ابن. تمام. قل ليه قال الجملة دي تحديدة عن رسوم القيد. دي ما جابش شرط الماديونية. معشان اطلع كرنيهات دي اه. لأ كلمة رسوم القيد ليه. اه. من شروط القيد. اللي اه. مش الماديونية. اه. يعني في رسوم القيد انت قلتها مرة علىها. اه. حتى الماديونية ما توقفش القيد. تمام. حتى عليك مئة مليون. تمام. ما قفش القيد. ده مش قانون. تمام. انما القانوني ايه? رسوم القيد. لازم تسدد. عشان كده وحط كلمة رسوم القيد. تمام. وقال انا مش عارف اتحاد القيد. طيب. نخرج. نخرج من القصة ايه. يعني انا بقولك بس دي. دي انا شايفة رجل منها ظاهريا. تمام. ضد اتحاد القرى. انما دي الجملة دي لما تطلع في حيثيات رسمية. دي اللي تنقذ. طيب. اتحاد القرى والمسابة من ايه دعوة قضائية. طيب. نخرج من القصة دي بايه في الاتحاد القرى ايه. يعني عادل الشرواجة مش سهل. طبعا اكيد. عجاب لي دماغه في السطر ده. اه. طيب نخرج من اتحاد القرى من الموضوع ده بايه الاتحاد القرى ايه. بس. بكل حاجة. اما انت عايز من الاول. يعني اي دي. ده مش دي بس. ده انت ايس كل اتحاد القرى. بس يعني كده دي القصة دي كده بتبين ان اه سمك لابن تمرين. احسن توصيف يعني. ده انت شوف احداث اه طبعا. اه. انت شوف احداث حتى العشرين يوم دول. اه. اللي لاجت حكام مش هكيلي جوان. لا هم فين? يعني دلات يا بكتور وليد انا عمل ادور اعترف حد. ما انا قلت عامر اعرف خفزة الثقة بتاعت. ما يطلعوش. ينط ويطلعوش. هم فين? طب حد يطلع جماعة. حد يطلع يقول لنا ايه اللي بيحصل من ده في ايه من ده. تخيلت اتنين وعشرين يوم قضية رأي عام. اتنين وعشرين يوم. مفيش توضيح واحد من حد. دي بتحصل بره لحاجات. لا مؤكد لا. مؤكد لا. واللي يخليك مستغرب ان اتحاد الكورة اخر ما يعنيه هو شكله والامج بتاعك. لان اللي بيتقال بره. وفي امجي دي كبير ايه عليهم. ماوصل الازمة ان هم الناس ما بتمثلش اساميه وما سمحان. يعني بره وانت بتقابل الناس بره من الناس بره بتقابلك بتتكلم معاك. يعني لما الفيفا يجي له النهاردة ايميل من الاتحاد المصري لكورة القدم بغض النظر وما اميل افراد. والله احنا مش عارفين نسجل ولا ما نسجلش. امال انت امال انت بتجير. زي الميل بتاعك كهربة والله مش هيلعب ولا لا. امال انت بتعمل ايه. ده تحد ده قول رد رد حتى في مش عايز اقول ايهانة بس سخافة. عارف رد سخيف. لو ايه ما انا بعدتلك الميل بص عليه تاني. بصد. وحد في قزمة القيد. ما ردش عارف بصد ده اللي ما قالوش يلعب. قالو رد سخيف جدا. بص. قالو بص يا ابنة بص في ورقتك. اه اه. ونفس في قزمة القيد قالو ده موضوع داخلي. وما ده برضو رد فيه. لو الناس بس تفهم في جانب من انواع الايهانة يعني ان انت. ده. خلق قول سخافة. سخافة. يعني انت ده. ده. انا انا كالتحاد دولي لكورة القدم اللي بدير اللعبة في العالم كله اللي هفكر في قيد 3 لعيبة في نادي محل في طولة أنا مالية يعني أنا مالكة وانت تبعث لي ليه؟ وانت عندك شروطك وقوانينك ولوهاي حاكم وطبقها فاللي بيسري على اتحاد الكرة المصري هو بيسري على اتحاد كرة القدم المصري لا للأستاذ جمال علام ولا سين ولا صاد فهي دي المشكلة ان ده امج اتحاد الكرة المصري مش امج افراض موضوع زي ده يقعد 22 يوم على ما تحسن لا ده مستحيل طبعا مستحيل الكلام مستحيل الكلام ده طبعا انت اصلا اتحاد الكرة زي ما مكانش حاسم من الاول هو ساب المخرج سابه ومتسجله عالسيستم وانت هي ترفض ومتسجلش لكن ايه عالسيستم واصلا ما خدش الفلوسة فتحت له السيستم ليه او قابلت ليه وبعدت الاتحاد الدولي ليه وهو فين الاميل اللي طلع من اتحاد الكرة لاتحاد الدولي لأ وعلى فاكرة كان ممكن هو من الاول اتحاد الكرة يعني كانش كل فيلم اللي احنا عشناه ده كان طلع البيان البيان اللي طلع ايه محتلة احنا قلنا على الهوانة وانت مين انا عايز اعرف مين يطلع البيان ده مش هنكون على الهوان كان في نفس البيان ده غير السياغة بتاعته كان قال ايه اه الزمالك حطوهم عالسيستم لكن لانه فعل هذا القيد الا ما يسدد الرسول الا بكذا انما انت قلت للناس مش هيتأيده اه في البيان ده صح طبا كنت تقول كده اللي هو الحل اللي النهاردة بعد 22 يوم حصل اه اللي قاله الشرباجي ايه بتسدد الرسوم القيد وخلاص معاشا كده انا مش عارف مين اللي كتب البيان ده حمى الاتحادي من اللي كتب مش عارف انت بتسدد ان اللي قاعد يقولك ما عرفش مين كتب كلهم بتتفقين يا بيان لا لا في وطس يا بيه كل حاجة بتتفقين ماشي 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 بس اتتطلع لا واضح انه تتعمل لا ما اروح اللي كتبه ما اراش البيان يعني كتبوا كده ما راجعوش حتى ازاي خده اه طبعا وفي بيان بيتزعل وفي حاجة اسمع من غير ما رئيس الاتحادي بقى العالم ولا ولا عارف بس انا بقولك ما راجعوش مع بعض يا عسان انت اللي لو بست كماجلس كله اه انت تسدد البيان البيان في الاخر اه انت بتقولك انا نضيف الجملتين على 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 لا ديقولك خلاص مش هتعيده اللي اللي خرج خسران في الليلة اتحاد الكورة طبعا اه بالمناسبة برضو الناس ما تخيرون الزمالك انا برضو شاف الزمالكوية انا في حاجات متعجبنيش عاملين يهللو ونزل صور الكارنهات على الفيسبوك هو انت خدت بطوله انت خدت حقك اللي اتأخر عشرين يوم حقك اللي ضع منك اربع بطشاط حاجات بتجنيني ويه هللو مبروك ايه بجد مش فاهم يعني انت ده حقق قديم انت خدت ايه ماشي لا ما هو لازم تفهم ان انت ده يعني انا اعطي له في الانترو انا كان على يوم كن اعلق حبال النور في لعلى الهواء مانديش مانع بس عايز اشوف ده في مطش الترجي يعني انا عايز اشوف النتيجة بس اه يعني ان كان على حبال النور لو عايزينها ونطلع نهلل ونقول يا ابطال يا جمدين يالي قايته ماشي موافق انا موافق اه اه لكن نفسي بقى اشوف ده منعكس احسن انت جبت العيبك جدا وتعيده عادي يعني انا نفسي اشوف ده انعكس في مطش الترجي هل انت شافه هنعكس في مطش الترجي بالايجاب اه مين قالك انهم هيلعبوا ده لسه الشوت التاني يعني كل الخناقات ده الانبارع ده اول انبارع انا بكلمه على الهواء كان هيمسك فيها قال لي وفي مطش الترجي مطش الترجي ايوه محتاجهم وقوله ايه بس هوم يعني لسه وجده يقول لي يعني هم مرة مرة وانا عطية مش مؤسر مع لي هو خلق الوقت يقول لك مين قالك انهم هيلعبوا يا أحمد انت بتصدمني يا احمد لا انا بدي خبر انا بدي خبر يعني هما موجودين بقى الرجل عايز يلعبهم وملعبهمش ما لعهمش انت كده بتعمل يا عارف انت قالك بعد الباتشات بيعملوا بينزلوا في الترجي تسمعها ايه ايوه اللي هو الفيسوسيرابي او اللي هو يعملوا الرفراش تاني كده او يعملوا اسمها بيسموها ايه في المسترح العربي اه اقولك بالعربي اسمها ايه الاستشفاء الاستشفاء ده احمد المخرج ده هو مشاهد ومش مخرج يعني متعايش معي على الاربس على طول دي حلو يا رايس لا ده اي اه فلأ معا فاعديها بقى خلاص يا عمد لأ اذا انت حالف انت اللي هو فاجأة انا قاعد في الفرن في الساونة فاما طالعنا عدوشه ما الساعة صدق يعني كل الحدوتة دي يا عمد فانا عايشين يوم وتقولي وممكن اصلا ما يخدوه مش ماتش سرجي لا اخدتهم يا خلاص مسافرين لا يا عمش ممكن يخشوش القايمة يا انا قصد لا هيخش بقى احتياطي يعني ممكن ملعبوش مش هيعتمد الحد فيهم لا بالنسبة كبيرة لكن ممكن في الاخر نصر منسي يلعب شوية بتاعه الكلام ده هو نصر منسي الابرزهم في التدريبات وفي اللاعب وفي قناعات المدرب يعني بس هما مش شو الا او رأس الاساسية بالنسبة له زي اللي وقلتلك فريرة من اول يوم ده دماغه يعني انت عارف هو لو في دماغه لقى يلعبهم كم من 3-4 شهر واي حد يتعور او يجي جديد لازم يلففوا اللفة اياها دي لغير ما يلعبش يعني يعني يرحول الاسام لازم عارف انت كعب داير كعب داير هو كعب داير لازم اللاعب يلف لا كعب داير لكن هو الاجواء وال بس دي بوجة نظر مقبولة لما بتبقى الفرقة جاهزة او كاملة لكن لو انا عندي ازمة في المراكز صعب طبعا يعني هو الفريتي كاملة وعندي احتياطين وعندي خلال انت اصلا مفيش دكة في الزمالكة وفي دكة اه مفيش دكة حتى المراكز الاساسية انت حتى المراكز الاساسية عندك فيها مشكلة مش بس وبعدين اه دا عندك اللوينج الشمال فيه مشكلة عندك راس الحربة فيه مشكلة اماكنهم فيها مشكلة وحتى في الدفاع عندك مشاكلة طبعا فهم في 3 مراكز بس انا ابتش شافي في الباك ليفت بابادارش يدي كل ماتش انا امتفق معاكو تماما ان التلات اه لعيبة اماكنها مهمة جدا جدا بالحاج وبرضو متقالف في تطريبات بس انا بقولك انا معلوماتي ان هو بالنسباله مش هاعتمد على المسافة مش هاعتمد اه هي المصيبة في المراكز دا على اللي يعني في المراكز دا مش هاعتمد بصفة حتى كمان المسافة الشالبان مش بسافر خلي بالك ليه مش بسافر ميله لا خلاص مش بسافر يعني خلاجه مقايمة اه اه يعني فنيا ولا اصابة ممكن فنيا قلب عليه شكله لا يعني هو يعني ايا كان اهو مش مسافر فاقولت المفروض بقى بالحاج يلعب مش عارب مين يلعب تقول ليه مش فيه ما انت بترقصني انا برقصك ليه اه مش مسافر وهعديها يعني كينه بيقول لي مثلا كاونا بعدين جنب القتوليس لا يعني بقولك هو فرصة مصطفى شالة دي مطش الترجي مش هيسافر اه ليه ولا اعتبرت زملك عند ربعين وين جده لا 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 هو مصطفى من ساعة ما العادي تصرب وهو نفسيا مش مظهوط حتى تلاقي كان فيك اكتماعي مبارح قالك مصطفى شالمي مش موجود ما عد عيان عنده او كان ده هو مش ما تمرنش مبارح لا هو هو من ساعة القصة دي هو لا مش يعني هو من ساعة القصة اه لا مش مركز خالص يا راج مش مركز نهائي يعني غاب عن تمرين مبارح اه يعني هو النهاردة برضو مش مش موجود لا موجود بس خلاص في موال تاني ايه اللعبة دي فاو احسن قال ايه المشكلة لما العادي تصرب ايه جيل ده يا جماعة طبعا ايه دلع لا ايه الجيل ده بجد ايه الجيل ده اقول ايه دلع وفلوس زيدي ومدلعش باحرام عليك يا جماعة انا كنت دلغاية الجيل بتاع بس الجهاز اللي مش مسافر ومش هو اللي عايز يسافر بس الجهاز اللي مش مركز اه ايوه بالزبط اه لازم تقعد اه اه مش قصة عدد انا ماخدش عدد يعني اه ايو تركيز ماتش الترجع ماتش سهل تركيز اللعب المحترف ده مس اه مسئولية على اللاعب ماتش ترجع وانا يعني ايه سيب اللعب الترجع فرادس والله انا انا ماريف مش مسافر يعني ايه ده ماتش حسن للزميل ده ماتش اللي يسعود خصت كوان ماريف مش مسافر ده بيقولك مش مركز في التمرين ايوه الجهاز اللي مش هسافره مش هو اللي مسافر اه ايوه عشان هو مش مركز مش مركز اه فممكن يعيدي حتى للزميل لا ده هو ماتش مصيري للنادي وماتش مصيري للجهاز وماتش مصير للعيبة للجيل ده لكل حاجة طبعا لكل حاجة طبعا وفادس وأول ماتشين كمان خسرانه متعادل زمانك ما تكسبش خرير من البطولة خرير من البطولة فإنت بتلعب بتلعب لا فلازم الناس كلها بتلعب مركزها من النار في المياه وعايز لعيبه وعايز رجالة وعايز وعايز يا رجل إيه اللعيبة دي ده أنا ده يا رجل ده كانت لأنا فاكر .. ده كان طرق حامد.. أنا والله أقول ، طرق حامد لغات كم سنة فاته يعني كان بلعب الشرط كله دم لا الغتس لا لأ طرق حامد الشرق فاكر لأ وكان أنا فاكر لو مطش والله الشرط كله دم يعني ايها ما عرفش كان دم ده من زن من لي هذا خبط ولا كان وطرق حامد كمل عادي كمل المتش ايه وكان بيموت المتش وحتى في عز القصة وعقده لما طلع في فيديو مع رئيس النادي وقال له مش عارف كان بيلعب وكان بيأدي وكان بيعمل اللعنة يعني ما تكلمش عن مئة جيل يعني ما تكلمت جيل اللي فات ده تعرف ان تسر طريق حمد زي ما الدكتور بيقول ان هو فصل بنده ودي انا دلوقتي لا ياحمد قلب ما انا اقول لك حضراتك لا ما انا اوصف لك طريق حمد بس انا بص محترف بكما ينبغى ان يكون بس ادينا حق وانا حق اوصح وغير ياحمد لا لا ما انا بقولك ادينا حق بس في تمرين حتى بيجدد مركز في تمرين والبرايف بتاعه والتزام بس في جزء برضو اسمه حب المكان روح المكان طبعا روح قلب المكان يعني اللي هو بنزل موت نفسي عشان خاطر نادي الزمالك المفروض اللي عيبة كده هو مشكلة الزمالك انت ما عندكش طريق حمد ما عواطش طريق حمد ما عواطش بن شرقي ما عواطش محمود علاء اللي مش عيجبهم انا بقول لك خبرات ما هي دي خبرات بس انا اللي هي ترعي في محمود علاء يعني هو كان لازم يطلع السنين لازم وانا قلت له لازم لازم كده لكن هي بس هي المتشاط اللي زي لا لا طبعا المتشاط الترجي المتشاط دي عايزة دكتور خبرات قبل اي حاجة من خبرات خبرات وشخصية الزمالك اللعب اللي عنده شخصية الزمالك في الملعب الخبرات هتفرق في ايه انت روحت المتشاط دي كتير هتلاقي مسلا جمهور والضغط مالي والهصة بتاع واحد مايلعبش في كم ده قبل كده هيهور فانت لازم واحد قلبه ميت دي عايزة لعبها فانت الخبرات اللي تعرضت للمتش زي ده وتمرة واثنين وعشرة دي كتفين بص جاولي صورة طرق الدم بص عارب دي اهي احمد طرق احمد وبرافل الاعادات جاب لنا الصور ايه ده طرق احمد في نهاية كنفدرلية مع نهضة بركان بص الشرطة يا وليد اه طبعا طبعا نو مكمل واقف اهو على يعني واقف مش تسرب له عقد فخلاص بقى انا مش لاعب يا صنع نفسية تعبانة طبعا من ايه ده انت يا راجل لو ما خدتش فلوسك ما تقولش نفسية تعبانة وعشان كده الزمال الكسر بس تتصرب لك عقدك وايه يعني تتصرب عقدك ايه تتصرب ايه المشكلة طبعا تثبت ده انا اسبت ده مس تتصرب عقده ايه المشكلة اه احسن لقاف في العالم ده انا اسبت ان انا استحق اكتر من الرقم ده اه لا يا سيدي ومالو بنتكلم لو ما قال اتنين مليون دولار احنا باني نقوله زمالك تديلو صحيح ده ستين مليون جنيه ليه اه يستاهل بيد اللي يحسسك من جواك انه يستحق ايه ده ايه تصرب عقد لا هو جاي مباوز ومكشف ومش عاجبه لا 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 فطبعا قرار صحيح الزمالك والاهلي بيحتاج جنوع من لعيبة بشخصية طبعا شخصية البطل شخصية البطل لا وهي الفرق ان ما قال اهل الجداد دخلوا دابوا في الاطار عشان فيه كيان اصلا لكن انت زمالك اتفرغ ما هو زمالك اتفرغت فما فيش حد يقوله الفرقة يعني هي بس ازمة يعني قصة بقى قيد اللعيبة ده يا سيد احمد انه طبعا من حق مجلس الادارة ومن حق النادي انه يدفع عن حقوقه وشايف ان ده كان حقه فعلا انتصر ويسجل اللعيبة بس المشكلة ان الموضوع ما يتحولش لانتصار ونهاية مشوار لان مش ده الحل الناس ما تفتكرش ان عشان ايت التلاتة كده كده ازمات الزمالك اتحلت ما تحلتش لسه انتصارات الكورة في الملحب طبعا انتصارات السوشيال ده انتصارات ادارية للمسؤولين عم يفراحوا بقى مش مشكلة حتى انما الجمهور لا يمكن يعني لو الزمالك حصل اي اخفاك وماطش السبب لا يفتكره قيد ولا يفتكره حواديد هو ده التخوف لا قدر الله لا قدر انا عايزينه يكسب بجد احنا عايزين يعني يعني ده ما فالش يزار لا طبعا لا طبعا لا هي اللي انا بتفت معاك فيها ان الانتصار انت هتروح تكسب لا والجمهور لو لا قدر الله حصل اخفاك هيفتكر بقى القيده ان احنا عملنا وايدنا ومسؤولية على التلاتة كمان اللي تأيده الناس بتعتبر ان وجود ناصر منسي ولعب دولي قبل كده وكان هتدف فريقه فدي مسؤولية عليه انه يثبت انه عد الحرب بقى اللي اتعملت عشان يتأيد كذلك بالحاج كذلك مع شبان اضافة كبيرة بالحاجة على فكرة بس انا ما عرفش راجل حي هيوظفه ازاي بالحاجة بيلعب دايما المركز عشرة تحت راس الحرب اللعاب اللي هو بلاي ميكر هو راجب العشب عشب لول ما كان بتاع اوباما بس تمانية مع اتنين كمان لكن اللي واحدة دي هتبقى اه لازم او في ماتشات معانا يبقى لا 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 بس مش الترجف تونس مش الماتشات دي يعني اه يعني هو بالحاجة اصلا ممكن ملعبوش ترجف تونس ممكن ناصر منسي اه ممكن وارد محمود شبانة يستخدمه في الدفاقة لكن بالحاج ترجف تونس صعب جدا اه اصابات ايه في زمانك احمد فتوح مش مسافر فتوح والمصاب بس برضو مش هيروك لا لا مش مسافر فتوح ه فتوح هجمع المصاب عشان في ناس طول بيختار ماتشات بيالدعي كمتا لو بس فتوح والمصاب اه فتوح بس ليه اللي فتوح برضو كان ريع فتوح يعني كده فتوح ومصاب ان شاء الله مش هيسافر لاسباب فنية اه او عدم تركيزه اه دول مش هيسافر في حد تاني ولا ممكن اعتقد الزناري كمان ليه برضو اللي مش برضو الرجل مش لا ما اخر اه يعني يا وخبالك اصله برضو كان مرجعش فرموندو كان مصاب فترة كده ومرجعش برضو يعني محتاج تأهيل لسه ايوه طب ومنازمة الاصابات همنتكلم بقى على الاصابات الزمالك واسماء عظيمة عندنا في الدولة المصري برضو يعني ملاحظ ان في اصابات ضخمة جدا في عمستوه العالم نيمار يعني بص من اصابة الزناني لاصابة نيمار بص نيمار في كل سنة يعني اتراصد له كده كل سنة في شهر فيبراير لازم يتصاب يتصاب ليه وازاي dimensioningen هو كل مربوطة بعيد ملاد اخت اه والله يقولك نيمار بلى 10 سنين في شهر فيبراير وقت معجم ملاد اختله يتصاب اسمعه كل سنة في نفس الماعت في فبراير لازم يتصاب واصابات مختلفة الشكل بقى يعني مرة التحام مرة التواء مرة كادمة مرة كاس يعني المهم يتصاب بس لازم يتصاب في الاخر اه لازم يتصاب ويبدو يعني انه ده حطت شرط في عقده مع باريس سان جرمان لانه هم يعني بيصهينوا عليه تقدرتون مفيش حد بيتكلم جوه قدارة النادي هو الراجل يبدو انه متفق مع عمر جماعنا في فبراير انا بحضر عيد ميلاده خلاص يعني اه خلاص ما حدش تدور على فبراير هو طبعا يعني معروف ان علاقته بأخته قوية جدا ودايما يعني جنبها في كل ما هو من ضمنها عيد ميلاده وما تستغربش لما تلاقي نيمار في عيد ميلاده اخته عادي خلص كمان كام يوم ورغم الاصابة طبعا الغريب انه نفس الاصابة اللي نيمار اصابها دي في ماتش ليل الماتش اللي فات طبعا اللي التواء اللي كان في رجله كان واحد من عشرة من قدر اللي التواء اللي كان في رجل ميسي لما لعبت ضربة الحرة واحرزها ده في الفوز في الوقت بدلت ضايع وبالتالي يعني الناس قالت ازا كنت انت بتتصاب كده فميسي بقى يعني رجلت اتكسر فلا طبعا نيمار رحلة غريبة في فريسان جرمان وهو لعب موصلش للمستوى اللي المفروض او للمكان اللي المفروض كان يوصل لها لانه هو مستهتر هو لعب مستهتر رغم المهارة الكبيرة كل كان بيرشحه انه كان يبقى خليفة ميسي ورونالدو هو مقدرش ياخد المكانة دي وبقى في منطقة اللي هو لعب هلامي لمنه تقدر تقول انه افحسن لعب في العالم ولا منه هو لعب سيء اعتقد لو ركزها ممكن ياخد المكانة دي هو المفترض ان ياخدها بس كمان العمر والسن بيجري به ده غير طبعا اختيار غلط بانه راح باريسان جرمان في عز ما كان متقلق مع برشلونا وفكرة انه هو حتى مع منتخب البرازيل كان فيه انتقادات كتيرة توجهت له في كاس العالم اللي فات لانه ما كانش على مستوى المسئولية وكانت قال ان منتخب البرازيل طبعا وخرجه قدام كرواتيا وات قال ان منتخب البرازيل ما كانش فيه التزام في المعسكر واللعيبة كانت مركزها ازاي ترقص بعد الاهداف اكثر من تركزها في انها تلعب جيب فلما لعبوا منتخب رجالة زي ما بيقول هو منتخب كرواتيا اللي هو لعب لحد اخر دي خسروا من كرواتيا وخرجوا من كرواتيا كانت في مفاجأة كبيرة رغم انهم كانوا اتقل منتخب في المنديال وبالتالي نمر يبقى حالة غريبة وطبعا ده بخلاف بقى المشاكل اللي بينه وبين مبابيه الحقيقية اللي موجودة ومبابيه من الشروط اللي هو بيقوله لحد دلوقتي طبعا لسه مستقبل مبابيه كمان مش باين ميكمل مع باريس سان جرمان ولا رايح ريال مدريد بس مبابيه من شروطه لو كمل في باريس سان جرمان ان النمار ما يكونش موجود يا بي انديتر عنا بقول لها حمادة هو ريال مدريد حمادة تاني خالص طبعا كنت العمر اقول لك كده تقول لي معرفش طبعا يا ما قلتلي كده ريال مدريد حالة مختلفة حالة مختلفة كنادي في كل لا انا مقتنع بس يعني انت عارف لا يا راجل اما راجل كتالوني فلازم ده ريال مدريد ده عامل كده زي الاهلي هنا اللي هو النادي والله خليت ريال مدريد بقى عامل زي الاهلي بتقلب بقى بتقلب كل عامل يعني ريال اللي عامل زي الاهلي امزل بقناة ريال مدريد يا عامل زي الاهلي اللي هو النادي اللي بيعرف من اين تقاكل تقاكل كتف البطولات من اين تقاكل كتف البطولات اللي هو مجرد يبقى وحش ويتحول في ماتشات. تتصدم يعني دواء. فبيقلد الاهلي. يا جماعة او. ولا يا خدر. لا تعليق. لا تعليق. لا تعليق. لا تتعليق. لا تتعليق. احسن من ليفربول لعب ودمر يال المدريد. احسن من ليفربول لعب ودمر يال المدريد. ما يبقى ما انت كده لو عملت عارف اللي اذا بايقول لك مقصة حساب يخش بحساب يبقى الاهلي كسب ليفربول. ليه? هي كده. لا شكل الاهلي. ما انا بقول لك. شكل الاهلي ادابه. الهجماته البداع. افضل من شكل ليفربول في اداءه قدام ريال المدريد. لا. لا طبعا. يعني ليفربول ما قدرش يتحمل التقصان المدريد. الاهلي تحمل قد دهة تسعين. لا كلام. ليه ما لغير ده. طبعا. ما يفعش كلام ده. ما ليش ده عامل ماتش حلوة. ما تقارنش من اداء ده واداء ده. ليه? خالص. ليه? لا لان نهائي. لان نهائي خالص. ليه ما تقارنش ليه? لانتا كان بلعب على قدكو كده شواء في المرش. ليه? حلو على قدكو دي? لا ليه? مش بنسيوس مش كل الناس دي كتبتلعب كله. لا 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 بس مرده مهد الرتم مهد الرتم. مش مهد الرتم. مهد الرتم. مهد الرتم. انا بقول لك. انا قلت لك. ناس دل لعبة الماتس. معدها بنزيمة. كان مصاف ماتشا الال. كان خايف ماتشا الال. مش اه كان خايف. بقول لك ايه ده الالة عام ستتاشر هجمة. مارفر بول عامل تسعة. اه? العامل تسعة. اه اه. طب ما انا بقول لك يبقى كده ما انا بقول لك يبقى كده في فرق كبير. يبقى الالة يجي ال planets. انت مكلمني بالحجة. مش بالهزار. ده مش حجة. مش هو نفس ريالم در دا ريالم در در? هي هي القرة بتتقاس كده. اذا ده كسب ده يبقى. لا ما قلتش كده. ده يبقى. ما قلتش ده اذا اذا Какى ل lacسان من الليفربول. يبقى ما بقول لك مش عارف مين كسب ده قسان. انا كتبت البطل يبقى الان خسر من اوسسونة خسر اه خسر اه خسر من اوسسونة اه متهيالي خسر يعني ماتش قريب من كماتش مايوركا ريال مايوركا مش فاكر انا قصدي ايه الاهلي ما قلتش انه افضل من ليفرفول بس لعب قدام ريال مدريد هذا الوحش اللي قهر ليفرفول لما الاهل يلعب ويقاوم بازا شكل قدام انتشو كويس جدا انت شاف انه قاوم يعني الاهلي؟ طبعا انا شاف انه مقاومش انتعال ايه يا رحمد اتنين واحد قدام اتنين واحد انا انا والله ده الاهلي ما بيكسبش الا في براست سعيد يبقى نلغي ملشط الاهلي بقى تاها براست الاهلي الغي بقى قوم يعني ايه قوم يعني ادى اداء جيد يعني راح وكان فيه سجال يعني كده انتقول الاهلي مقداش مطش لا اعمل مطش كبير صبعا اقولولا يعني عدم تركيز في اخر اربعة دايق في الوقت بدل الطايع اه طبعا كان الاهلي خسر اخرج على الاهلي اتنين واحد انت بصدق يعني انت بصدق لو قابش اجيب الجول كان الاهلي اكسب ولا ايه ده الليفر كذب اتنين اه تركعولهم اكذب عنيه ولا اصدقك ده عنيه اللي شايف المطش الاهلي وريال مطش انا معجب بكلامنا يعني انت مش اه الاهلي قد اعمل مطش وقش قدام الريال لا مطش يعني اخلاقه مش القصم ولا حلو ولا وحش كان جيد يعني يعني اصفني كان اداءه جيد وحش لا انا عارف ان اقول ايه دلوقتي الريال هي المسك المطش عايزة تكسب واحدة تكسب اتنين عايزة تكسب اتنين طبعا طبعا طب ليه راحت جاوة التالت والرابعة في اخر خمس داين هي لو عايزها لو عايزها تزودها يعني او قرر يزود في الديها سنوة وعايز اما انت لسه بدقول الريال دلوقتي بقى وحش الريال اللي يقهر دلوقتي بقى وحش لا انا برد انت اعظم فريف انت مش ده اعظم فريف العالم انت اتنين وتسعين يعني يعني ريال قرر وعاد يجي تنين وتسعين لا 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 مش كده هو بيلعب على هو كسبان هو مجرد اللعب معه دا انجاز لأ وعمل ماتش كويس انت شافنا واه وعمل ماتش الناتيجة كويس لا الناتيجة اربعة واحد ماشي طبعا انت تقول بقى دي واهلية لك الاهلة عمل ماتش جايز وفوض اللي ديها تنين وتسعين يا رأيك يا قساش يا بنا. ده رأيك. ده رأيك. ده رأيك. اه. لكن ما تقولي يا عصوان عمل ماتش خرافي. طبعا. لأ لعب قدام ريال مدريد ده عصب ماتقوليش ريال مدريد يا رجل. طب والله الاهل انتشاره قدام ريال مدريد. وتحركات لعبته. والسروهات اللي اللي لعبته عملتها. في الملعب احسن من انتشاره والسروهات والشغل بتاعه في ماتش اه اصوان. ازاي يعني? ازاي بقولك? يعني الجابهة اللي عمل احسن الشحات مع محمد هاني في ماتش ريال مدريد. تحركات احمد عبدالقادر. تحركات السروهات اللي اتعاملت من تحت اللي افشة. شغل حمدي فاتحي. في ماتش كان كل ده شغل واضح جدا في ماتش ريال مدريد. يعني ماتش اصوان خدك مفرق المنافس يعني. طيب بس. منافس اقل. بس. لكن ما تقوليش اصر الاهل اللي ما عملش عقدام فلكن عقدام اصوان. اقدام هنعم قدام الاتنين. قدام الهلال لا. انا حبقى معيك. لا والan الهلال بس العنอน مش الanten. اللي قدام الهلال لا لان الآله ملعبش بشخصية. وتقول دايما الهال وزمالك مشكلتهم. ملعبش ليه بشخصيته. لان انت باوس انش كزيبالك الرح الاعب الترجي. دلوقتي عارف انا بقولك يا لها اماتش. لو ملعبش بشخصية الشخصية الزمالك. لو انا ما روح انت النهاردة صاحف يا هو. بقولك انا كنت في فرنسا وراحت ازول الفرنس فتبول. اقسم بالله رايح داخل وانا باتعامل مع الصاحبين فرنس فتبول انهم اقل لي من هنا مية مرة. انا بقسم لك بالله. اهم مجلع عالمية وكل حاجة لك انا عندي من القدرة والكفاءة واجه اي حد. شخصيتك لازم تبقي شخصية الزمالك او راح يواجه التراج في تونس يواجه في مصر. كان عندي موقف متأزم وخلصنا. ما احنا لكن انا شخص انا الزمالك يا حمى اصدي كان انا اهلي. ايه راح تلعب الهلال. بدء مرعوب ليه. لازم. لازم خبرات. بس ماشيخ ما هو اهلي قدام الهلال ما كان عنده علي معلول وعنده الشناوي. طيب. وعنده محمد عبد المنعم وعنده. لا انا بكلمك على الزمالك. لا بكلم على الاهلي حتى اهلي. اهلي راح تراجي فين خبرات. انا انا رفض حتى اداة الاهلي قدام الهلال. عارف ليه? يتلاقي مين تاني. ليه عارف ليه رفض? بقولك اهل اهلي قدام الهلال. لانه راح ماتش الهلال. انت عامل مليار حسبة ليه? بتنزل من اول دقيقة. بس انا عايز اقولك حاجة. انت انت كرة حسين الشحات لو جدت. كان الاهلي يكسب الهلال. حتى لو جدت يا احمد الاهلي. ماشي مها فرصة يا احمد. بس بالشكل الاهلي ده. لا تفتح البطش. ماشي ماشي. دي لو كده الاهلي كان كسب. هو الهلال. على فكرة الهلال فريق متوضع جدا. حلم. جدا. طب انا لو بدأت بقى الماتش بطريقتي وباسلوبي وبثقتي. وبلعب اللي بجاء. بلعب انا. طب انت ليه ما تقولش ان المدر بقالف. ما غلط. ما هو بقالف ليه? عامل ميت حزبة. عاعد تحسن ميت حزبة ليه? وتاني. اصلا الماتشار دي يا سيد محمد بتبقى النص فرصة. حسين الشحات يجيبها دي الاهلي ركب الماتش وهيكسب كان مش هتعدل. انت راح تلعب الهلال. ليه عامل ميت حزبة في دماغك وعمل تألف. طيب. هو تألفت في اسوان? طب اسوان اجمد من الهلال. تأليف. انا معاك. انا معاك. بتلعب كرة على الهلال. لا دا حي. دا حي. اه اه. الهلال فريق متواضع جدا. خلي بالك. الهلال ده لو يلعب هنا اه يتغلب اربعة خمسة. طيب لا. لو لعب شخصيته الاهلي. اه. ولو الزمالك لقى بشخصيته يواجه الترجب شخصيت الزمال. اللي هو انا الزمالك. اللي هو انا على فكرة الزمالك ناتف شو اخد بالها بس. هتراحة زي في لعبة دي. قول لي كده ما انت الفريق التسكيل. يبانا اخب اختار لعبة غلق. تسكيل. لأ ما انت لازم زي بقول الماتشار دي اه. انت عارف الزمالك اخر سبعة تامن سنين عامل ايه احمد في افرق يا. اه. اه. سيبك بس انا كنت في. انا كنت في. انا كنت في. انا كنت في جانب في ناتش دا كنت في جانب افرق. سنداونز. وعرفت التشكيل بالليل. لو تعالتها تلاتة صفر. برضو تأليف مدرب. مع خلص احترام الكابتان امون سليمان. والناس قعدت وبص ايده. انت ما ما ينفعش تفتح ماتش وتهاجم كده مع بتاع. والماتش العودة. والماتش العودة في مصر. بطولة. وفرصة زهبية مش تكرر. تقفل تتعادل او اخسر وقت حتى. اقول لك انا تكسب مين يا عامل. تكسب سنداونز دي ما حدش تكسبها هناك و مرعب. دا وفرق كورة كويس. وجمهور مرعب هناك. دا وفرق بتاع كورة. وفرق كورة. اه. فرق كورة تلعب يعني اخبالك. يعني ما تفتحش قعده يمين الشمال وكبتان اسمع اليوسف والناس. يعني اصد احنا ايه في حاجات بس لو جيت تسترجحها اخر ست سبع سنينة الزمالك. نحن نعود نقول لزم اخارج وبتاوحش. اولا وصل فاينل. وصل فاينل عشرين عشرين قدام الاهلي خسل بتاعك قادية ممكن. بس وصل فاينل. اه. اه. خد فضرالية. سالة قبلها كان واخد فضرالية. الفين ونتاعتاعة. فالفرقة لو جيت بس حتى الجيل دا فهم اخر ست سبع سنين. لا استناني استناني. اه. جيل اللي اللي عب ضرالية. امتي مبديم الاهلي كده. هاتلي سنيني باش سنيني باش. حتى اغتغير. اه لو استرجعت لها. طريق حمد بينشرقير مقصطفى محمد ساسي. صف. صف فرقة. صح. حتى افتوح بلوات دول فرقة. دول فرقة. سيبك المفتوح. مكان اصلا انت كان عبدالله جمعة لا كلها لكنهم الاستيس ساعتة. الونش مش موجود. الحتى هذا يا ابو جبل ولا جنش. اه اعتقد اه لا ابو جبل. ابو جبل اه مش موجود. اه اه فلا انت د bukan di doel문 . كان محمد النجاس ده الى. كان محمد النجاس 고 تاني. خبرات ولعب. كان ونجد وكانوا. لا 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 محمد الاولاء الصغير زود الباكر صغير محمد اسمه محمد ابراهيم ولا اسمه؟ احمد عيد؟ احمد عيد اه. اه بكريت اه. اه اه. اه. في جاني برضو? كان محمود علاء مش موجود اه اه. حتى علاء مش موجود مفيش غالي زيزو. زيزو وشي كبالة طبعا. زيزو وشي كبالة ما عادش يعني. بس اه يعني شكبالة ما يبدأش. مفيش هلا دول. لا الفرقة متغيرة. فدي فرقة تتطمن عليها. انا بس اللي انا خوفي على زمينك منك ان انت محتاج لعيبة خبرات. مين اللي هيعود يقول اللعيبة اه اه ركز واحد زيطار الحامد اه اضغط ايه ده اعمل. الكلام ده في ماتشاط دي مهم جدا. طيب. ما كانت عبدالجيل كان بيحكيه لك ان اللعيبة كانت في طهرة بزيط كبتش بيحكيه لهم ايه لعب اعمل الحاجات دي في الماتشاط دي. فيش حد يعمل كيه دلوقتي. طب انا هروح لواليد عشان. شكبالة بقى. شكبالة لو بدأ يعني. اه بقى حرجع لك تاني. بس انا هروح لواليد حطلع فاصل الاول بعد الفاصل. ايه حكاية اللحمة الجاملية. في القصة بتاعت بريرا ده. يعني اتحد الكور عنده اخفاق حتى في اختيار رئيس راجعة الحكام. بقالنا شهرين. صحيح. الراجل ماشي من الكريسماس. الراجل كلاتنبرج. اه. بقالنا ستين يوم. كلهم نسمع خبر خلص الموضوع. اصلا مختلفين على الراتب. اه. اصلا ده بالدرايف. اصلا راجل درايف. اصلا راجل عايز صندوق. اصلا حد الكورة بتشطر في دي. والحكام شغالة عادي. اه. عادي. اللي لماشية. اللي لماشية. اه. حتى في دي اخفاق. يعني حتى في اختيار. رئيس ناجة الحكام يا راجل. ات يا راجل ده انا لو سفرت البرتغال حتى مع راجل خمس دقايق. اه. من غير سفر. من غير سفر. لو كتبت في التليفون حتخضر. من غير سفر. حاجات دي ميلاد بقى. اه. مش عارف ايه حكيت انا. انا عشان كده انا بقول ان في السوق اللي في عند الجزارين الجمال نقصد. فاللحمة الجملي كلها في اتحاد بكورش. نطلع فاصل سريع. ونرجع انا تواصل مع حضراتكم. اهلا بكم من جديد. قولنا اتساز وليد. ايه حكاية فيتور بيريرا اسمه? اه فيتور بيريرا. بص هو اللي انا مستغرب له. ده لها يجي مرشح يمسك الحكام على الدنيا. يمسك رئاسة لجنة الحكام. هو برتغالي. واللي انا مستغرب له ان اتحاد القرى طبعا صرب اسمه الصحفيين اللي بيغطوا اتحاد القرى. ادقل لهم ان ده الاسم وانه هو في مفاوضات حالية معاه. بس اتحاد القرى مهتمش يعني يشرح لنا ايه هي سيرته ازاتية او هو اختره ليه او بناء على ايه. فالحقيقة كان لازم ندور ونشوف الراجل ده ايه موضوعه يعني اشتغل في ايه وايه نجاحاته وبدأ مسيرته ازاي. وطبعا يعني احنا شايفينه على الشاشة دلوقتي. والحقيقة بعد ما بحست. اه حست انه ما تفاقلتش انه يجي. لانه ببساطة هو حد كويس. فانا مش متفاقل ان اتحاد القرى يخلص الديل مع حد كويس. لا يا راجل. بص هو الراجل ده كان حكم جيد. يعني انت مش متفاقل انه يجي عشان هو كويس. اه يعني انا حاسس ان الموضوع. يعني حاسم وصارم ومشاطر. اه جدا. بص هو الراجل ده طبعا كمسيرة تحكمية كحكم راجل من افضل حكام البرتغال في وقته. كان راجل حكم دولي وحكم في اتنين كاس عالم. وانهاء سوبر اوروبا وانهاء اوروبا ليج. وسمي فاينال دوري ابطال اوروبا. وكان عنده نجاحات جيدة كحكم. لكن ده ما يهمناش. يعني الحكام الكويسين كتير. بعد ما خلص مسيرته طبعا عنده 65 سنة دلوقتي. بعد ما خلص مشواره الدولي كحكم. اتذكر انه كان في 2002. بدأ مسيرته. بدأ يشتغل في لجنة حكام في الاتحاد البرتغالي. وتدرك شوية في المناصب لحد ما تولى رئاسة لجنة حكام الاتحاد البرتغالي. اللي مخليني متفائل به كراجل يصلح لرئاسة لجنة الحكام المصرية. او لإدارة ملف التحكيم في مصر. انه الشخص اللي وثق في الفيفا. في وقت كان فيه فساد وازمات في الاتحاد اليوناني. والتحكيم اليوناني والكرة اليونانية. ورئيسنا دي كان بينزل بالطبنجة الملعب. والتهمات ان فيه تعينات بالأمر. والتهمات ان فيه حكام بياخدوا رشاوة وكذا. الفيفا اختاره علشان هو اللي يتولى ملف تنظيف الاتحاد اليوناني من فساد التحكيم. وبالفعل اضر يمكن من 18 ل20. بناء على ترشيح الفيفا. الملف التحكيم في الاتحاد اليوناني. وحقق فيه نجاحات جيدة جدا. واتكلم عنه الناس هناك بشكل ايجابي. وانهى مهمته مع الاتحاد اليوناني. اليوناني بتفكراني بكلاتنبرج؟ او ما هو اللي كان خليفة ليه كلاتنبرج. بس انت لو تقارن السيفي بتاعه بتاع كلاتنبرج. مع التأكيد ان كلاتنبرج برضو اسم قوي جدا كحكم. وحتى مسيرته بعد كده. لا هو كسيفي او كمسيرة خبراته اعلى من كلاتنبرج. خبراته اعلى لانه اشتغل في اماكن كتير. لما خلص مهمته في اليونان راه على التشيك. لنفس الاسباب برضو بترشيح من الاتحاد الاوروبي والفيفا. ان التشيك كان عنده مشاكل في الفساد وخلافه. فكان هو الراجل ده مهمته انه يروح ينظف التحكيم في التشيك في دولة التشيك. من الازمات اللي فيه الخاصة به الفساد والرشاوي وكذا وكذا وكذا. وحق ان نجحات بالفعل في ست شهور تقريبا اشتغلهم. ثم كان ليه تجربة في روسيا والاتحاد الروسي من الاتحادات اللي برضو مش اتحادات قليلة. يعني الكرة القدم في روسيا والاندية الروسية. فانه يتم اختياره بالاسم انه يشتغل في روسيا. طبعا هو خد برضو مسير كم شهر كده لحد ما حصلت الحرب الروسية الاوكرانية. فاضطر انه يستقيم. هو ايه مشكلته لو ما جايش بغاد دلوقتي في الوقت مش اعرف. هي بس من الحاجات الملاحظات يعني وانا بدور كده انه هو مرتبه في تجربته مثلا وده من سنتين بالظبط. لما اشتغل مع الاتحاد التشيكي كان مرتبه 150 الف كورونا تشيكي في الشهر. ما يعادل 6700 دولار. فلما يكون الرجل. ياخد 20 الف دولار. طبعا 30. 20 بقليل. طبعا عمر ما ياخد 20. طبعا عجب ياخد 6 بره ادرب 4 ادرب. 6 تساوة 30 على طول. معروفة. على طول. في البندرة بتاعات المصريين مش كده. ايه. يعني المدرب ياخد بره 30 او 40. المدرب اللعيبة كل ده اي مدرب. ده كيروش. موسماني مشي بقى كيروش مشي. لا كيروش مشي بس. ده كيروش كان مدير فني المنتخب في كاس العالم. اه اعلى ليفل. اه. يعني هو راح منتخب ايران. وبيبيران في كاس العالم. اه. ده اعلى راتب. فالراجل ده كان من سنتين بياخد 6700 دولار يا جماعة. فلو نعتبر ان السنتين الحاجة غليت. فاكيد مش هتخطى العشر تلاف. هل دون تضاقهم برضو؟ اه. يعني العالم كله فيه. العالم كله فيه. والعالم كله فيه. والعالم كله الأسعار غلي. فما اعتقدش انه يتخطى. على فكرة هم كانوا حتى في التشيك لما كنتم شوف تقرير المواقع التشيكية. هم كانوا مستغلين المرتب. يعني كانت العناوين كده. الحكم اللي جاي بمية وخمسين ألف كرونة في الشهر والله. والله بجد. 6700 دولار. الفارح عندهم بكام فينش. لا تشيك بين شوف. فكاختيار. هو اختيار جاي جدا. وراجل الحقيقة مسيرته مسيرة مبشرة. لانه زي ما قلتلك هو طول الوقت بيشتغل في ظروف صعب. وطول الوقت عنده ثقة من الويفا من الاتحاد الأوروبي ومن الاتحاد الدولي. انه قادر انه يروح على الاتحاد عنده مشاكل وازمات تحكمية. وانه يشتغل بشكل كويس يستبعد الحكام اللي عليهم علامات استفهام. وهو حتى تصريحاته دايما تصريحات فيها يعني تحس كده بالتفاؤل معاه. اللي هو يقول يا جماعة انا مثلا ما بعقبش الحكام. فيش حاجة اسمها ان انا اوقف حكم. لكن انا بتعامل مع الحكام زي الانديه. انا عندي الحكام برتيبهم زي ترتيب الدوري والله اللي نقطه قليلة. بحطه تحت وكأنه ههبطه. فطول ما انت بتقدي بشكل كويس طول ما انت بتاخد مباريات اكثر. طول ما انت بتاخد مباريات اكبر طول ما انت بتقدي بشكل سيء فانت بتخرج من حسابات. فعشان كده.. يا ده مش توقع يجي. هو عشان كويس انا مش عارف. مش متفاعل. حاسس ان الديل مش هيكمل. مش متفاعل. نعم مش متفاعل. بس هاي يجي انت المصل بيخلص خلاص. يا بشر يا امتص. يعني يجي يجي دلوقتي ايه? بنتضبط. ما خلاص ما يمشي خلاصه بتاعه والدنيا محصومة في كل حاجة يعني يجي بجد يجي الموسم الجاي مفيش حاجة تستاهل يعني منطقي منطقي بجد والله يا بس ايزورك على حاجة اصعب فترة في الموسم اصعب هي محصومة لا اسيبات من الاهل فرق شوية مقصدش كده لكن انت عندك برضو طحن تحت انت عندك مشكلات صعبة وكله بيشتكي كله بيشتكي حتى في المربع الزهبي المربع الزهبي ده هيقاهل برضو للدور الابطال مش بس برضو مش زي ما تبقى معركة على الدولة برضو صعب يعني لا بس في تآهل يا احمد لدور الابطال الافراقية انا شايف ان براحة كده بقى وتجيب حد الموسم الجاي وقصة وقصة قصة مش في بس قصة تشوف مين اللي هيشتغل معاه والدورات التحكيم واللاجد التحكيم تستقل يعني قصة قصة كبيرة هلو يعملوا حاجة عبل ما يمشي القصة كبيرة بيقول لك انتقراك في متخب الشباب كيف تخدم حمود ديالي لأ يعني احنا المرة اللي فاتت يعني احنا عادنا نتطب واندلعه واحنا عارفين يعني احنا من جواه احنا بنتكلم مش مقتنعين اوي بس احنا نقول ايه لا ما ينفعش يا جماعة ما بلاش احباط او كلام ده بس الجواب بيبان من عنوانه انت بان من العنوان اول ان انت مصنبخ ان انت مش مكمل ان انت بعيد اوي اوي خالص يعني بس اللي غايزن الاول انا اتكلم النهاردة اناس تقولك كمعة لسه في امر هتطلع توالد يعني ايه يعني اعيب 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 انت بتكلم عيب كقيمة منتخب طبعا انا معاك بس ككككورة لسه موجود لا كككورة ماما مش موجودين بكلامك كككورة بقى كككورة مش موجودين انت عمل تتلاتا لا لا ككورة فين موجودين فين؟ فين موجودين فين؟ عايزين معجزة؟ على فكرة النجاري أضعف من سنغال السنغال دي كذلك تتنجر؟ أطعب فين؟ هتأخذ البطولة أصلاً هتأخذ مرشحة طبعاً سنغال واخد كل حاجة في الكورة طيب نجاري أضعف فأنت هنا بمرشحة الأول والله سيد محمد يعني لوحد بيتكسف يقول إحنا عايزين نتعلم من التجربة السنغالية لما اتحاد قورة سنغالي واخد كاس أمم أفريقيا للكبار المحترفين واخد كاس أمم أفريقيا محلين واخد كاس أمم شاطئية والنهار ده هو المرشح الأول لكاس أمم الشباب وأول واحد صعر ده حتى كاسبانة في الهند بول بنت في كل حد فأنت المنتخب ده انت البطولة دي جاية في مصر ومصروف عليها كتير ماش كويس لكن انت بعد وكل ما هتيجي بفرصة برضه اقولك انا مش متخيل من اللي وفع الحفل الافتتاح بتاع البطولة دي يعني حاجة موسيقى حاجة موسيقى خلينا فكرة بلاش في تنظيم حفل الافتتاح انت موسيقى يعني كحفل سيفه متوضع يعني لا ملأ متوضع دي يعني لا يعني كمان هقول ايه بس اقلم متوضعب كتير انت مشوفتش الحفل اللي وعلى فكرة يا جماعة الحفل مش لازم يبقى مبهر بس يمكن انبقى فيه لمسة حتى لو بسيط بس يبقى ليه لمسة انا مش شوفتش لمسات يعني حتى يا عبر عن ثقافتك يعني انا 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 ماشي اقصية. انا معنو يبقى بسيط. بس له فكرة. زي ما دكتور بيقولك. يبقى حاجة بتعبر عن صخافتك. حاجة بتعبر عن صخافتك. لكن انا انت عارف يعني حاجة. كل الناس اتكلمت في ده. اه طيب احنا بقى المنتخب انت المنتخب لزي ده? مصروف عليه والمفروض ان هو امل المصروف بتاعه. طب العيب في اللعيبة واللعيب في المنتخب واللعيب في الاتحاد. العيب في التلاتة. العيب في التلاتة. في التلاتة يعني. اصطي برضو طوله عن نغمة يقول كله. ودكتور عشان فاقولك اللعيبة على اعلى مستوى. اللعيبة ايه? العيبة على اعلى مستوى. طب يعني برضو مش درنا يعني. بس هي في اسماء في الفرق ايه احمد كويس? زي مين? يعني في قصد في جيلهم يعني. يعني كريمة دبيس رفة خليل بتاع انت عارفهم بس انه بيلعبوا في قندية لكن في المنتخل ما في قمر خايد ما انا يقيمهم ما فيه اسماء كويسة اه بس انا اقيمهم مع المنتخب اما يكسب للمنتخب لكن انا gonna لعب في قنديةهم ولا في تاكتك ولا في خطة خذينها في تاكتك يعني فاهمني؟ حتى الاتحان ده مش هو الاختار الجواد الغلاطات حتى بتتكرر في المطشين يا عوز أيني مفيش حاجة خالص يعني انت بتلعب موزمبيك عوز محمد اقل فرقة في المجموع فرقة هتلعب بزيزون ديفنس ومن اول ديزون ديفنس وانت مصمم لحد نص شوت تاني تلعب تلاتة مدافعين ليه عندهمش مهاجمين اصلا يعني ما كانش فيه مهاجم قدام في لعب كده واقف في دايرة النص رقم 17 بيرموله الكورة هو بعيد اصلا يعني فتفكر تغير الخطة في نص الشوت التاني على ما تكونش تهلك خلاص وقت خلص وهم كمان جالوا امال ان يخرج بالنوع فيروح مغير مجد هاني فيتصاب فارس فيفضي نص الملعب فجأة يلعب باتنين نفس المهام قدام اللي هم ايشوا ورقفة خليل الاتنين بيلعبوا زي بعض يعني لا فيه طفاق ويرجع تاني نلعب برضو قدام ناجيرا برضو بتلاتة مدافعين اللي هو ماتش انت محتاج تكسر وناجيريا خايفة منك وخطفك اخر تين ساعة وخطفك بسهولة انت مكسبتش مزمبيك خلاص بقى انت لجبت ده ناجيرا راه مرتين بينك بقى 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 ويعني حاجاء اخطاء مكررة وتبديلات نفس التبديلات طب انت عايز تزود وجوم تروح مخرج بلاه اللي هو المهاجم اللي عنه طب ما تزود المهاجمين نزل حد بمهام مختلفة طبعا الجهاز الفني فيه سوق ادارة فني يعني اقل من مستوى من البنطقة من مصر مع خالص احترام اليهم كلهم الجهاز الفني ده مش اقول اهلي والزمال الجوة بتاع بس انت لازم حاجة مقنعة حاجة مقنعة كده يعني لازم يبقى حد تقيل فاكرا انا عرفت النهاردة كابتل محمود جابر عرض تقديم استقلبه وانهم يقودش المورة الاخيرة يعني بس معنش فارف بس يعني لا يعني فيه وقت ده هتجيبه كلام ده توليت زي ما بيقوله يا خواه بس يعني يا سيد احمد عندنا مطش نقدر ان شاء الله نكسبه ونأمل استخدال تريح اللعبة بتاعيبك ممكن تبقى افضل اللي ايه ان الكابتل محمود جابر يتقدم باستقلبه اكيد هي هي تعمل ربكة اكيد لأ طبعا اكيد لأ اكيد لأ طبعا لازم هو اللي يكمل اي حد هيجي دلوقتي ومن الجهاز المرورة هيجي مالك اه كرام مرسي كابتن كرام مرسي وحمد حمدان كرام مرسي بتلاقي الاتحاد وحمد حمدان اتحاد واسواد اسماعيل كابتن اياب جاء لمدرب حراس اه يعني مدربين للمنتخبات كلهم ومحمد وهب قبل كده التاني احنا منتخب سابعتاشر خرج من دورة شمال افريقا مسعدناش منتخب ساعتاشر دينا شايفين الوضع منتخب الولمبي ما يطم نقش يعني 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 انا بس هقول كلمة بسيطة يعني يا سيزة يا شبانة ما خلص احترامي الابناء الاسماعيلي ومدربين كبار ده الاسماعيلي اخر الدوري واللي بدرب الاسماعيلي مش من ابناء الاسماعيلية على فكرة في مؤتمر صاحب بكرة بالمناسبة في الاسماعيلية ده الساعة كامة يا شباب اه اتنين الظهر اتنشر الظهر للاعلان على مدير الفن الجديد الاسماعيلي طيب مدام قلت الاسماعيلي برضو اللي حصل مع ميده ده تهريك روح جه تعالى مدي رايح ميده راجع ميده جاي او بتاع يا جماعة حد يطلع يفهمنا ما انا كده انا دكتور ربما بشوف انا قمتلقي ان في ارتباك اني متخنقين مع بعض اني ده عايز يماشي كلمته شجاعة المسؤول بشكل عام بقدتش موجودة خالص خالص كل نوحي حد بارح يكلمه اللي ده راتكلم عبد المنصف تقول له انتو هتمشوا ها ميده يطلع يقول لا ما عندهمش مواجهة المدير الفن بتاعهم ونهاردش الميديا طبعا يعني انك تكلم حتى ميده في التليفون تقول له يا ميده احنا صحابه اصدقاء وحنا بنعتز بيك بس ما وضح ان هي ما فيش شي يعني مش راجبة يعني التوفيق مش موجود عادي وفي الكورة ده عادي وحنكرمك وتيجي ونعمل حفلة حقوم اه في الكورة نهارده يسربوا للمواقع قبل القرار اللي قال بنصف ساعة ولا بساعة ان ميده يكمل وهيكون تمرين بكرة عشان بلونت تمرينت لها نهارده اه فبعدها بساعة ينزل بيان باقالة ميده والجاز طيب ده كلام في ايه ده نادي الإسماعيلي وبنستغرب ان الإسماعيلي أخير دوري ردت بقوة بكرة هيعلنه بس في كلام بقوة انه كابتال إيهاب جليل هو الإسماعيلي في التوقيت ده من قبل يده انا شايف اني لازم حد تكابتال إيهاب جلال مهر وغالي من الولد إسماعيلي لا ما بقى لا ما تفتريت كابتال إيهاب جلال لا اللي حصل في الفتر الفاتح دي لا لا اعتقدش بقى يعني هيهلل المهر شوية لا بيخش معاه تمر النحا لا لا خلاص بقى دفتلت بص في ست شهور ثلاث حتت ما خلاص بقى بص بدت بالمنتخب على فكرة هو مدرب كويس بصوت ظلم طبعا هو ظلم نفسه لا طبعا بس كابتال إيهاب بص بعد بدأ بالمنتخب ثم بدأ مع المصري الدوري ثلاثة أربعة أسابيع وروح لفارقه بص يا سيشبانة الزكاء ساعات بيبقى أهم من أي مهر تبا سايمرن إزاي الزكاء بيبقى حسن ما عتخدش لأ ما ميدربش لأ مدربت نين لا ما ينفعش لا أما الموضوع بيتزبط سهل ده دكتور إيهاب الكومي دخل معك قبل كده قالك بيعملوا حاجة كده أنه لا لو إقالة بس هو إقالة أو استقالة مش له مرة في الوقتين في السنة لو هو استقال من فرق بيعملوا فسخ عقد بالترادي وبيقولك أن حتى لو ده بالترادي هو مش المدرب له مرتين في السنة مرتين آه ده أنا معلوماتي كده سوقف ده الكلام اللي تقال لكن ما فيش ده ما بيتطبقش اعتقد يا هاب جلال مش من حق يدرب تاني يا سنة ما تأكدوا من دي يا جماعة ده أنا دي معلوماتي بس أنا سمعت جداً آخر ساعات إنه كابتل هاب جلال طيب حوريك حاجة ونسبة كابتل محمود جابر على السوشيال ميديا كلام بين المونس ماجد سيمي والمونس خياد مرتجي أخدتها كل الكورة يعني موقع كل الكورة أو البيتج بتاعت كل الكورة أخ خالد مرتجي يعلن محمود جابر مدرب منتخب مصر للشباب يرفض لعب الأهل لمباراته أمام سانداونز في سادقايرة ماجد سيمي بيقول إيه هم أخدوا الكلام بتاع ماجد سيمي وخالد مرتجي وعملوا منه الخبر ماجد سيمي كان بقول إيه لما تقول كل مميزاتك عجبنا التويتر إن ابنك صاحب صلاح عجباني عجباني قبتلك أنا تويتاته بجامد ماجد بصراحة ماجد شواطر في رجادي لقوا بدماغ يعني ماجد دماغي فرد عليه خالد مرتجي قال له أنت عارف يا ماجد إنه هو اللي رفض ينقل البطولة دي ستادي السلام وإحنا نلعب في سادق بصوا 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 وإننا ما خالد مرتجي أنا عايزي كاس الأمم للسادس عشان قالي شغيلها برضو بتهزل يعني خالد مرتجي بيهزل يعني قالك هو اللي رفض إن البطولة تروح ستادي السلام عشان إحنا نلعب مباراة ساند داونز والقطن في السادق قاهرة فلعنا أصلا بعد ما كنا إخنا ما هتحد فيلك والمصر على كده لا يراك بصوا يا سمع عايز يرقل الماتشات بتاعت البطولة لسادي السلام عشان اللي قالي يا لعب ستادي هو في كلامه في ريحة المنطق لسبب إن في أي حتة في العالم ودي بقى لازم تكون ثقافة عندنا في أي حتة في الدنيا البطولات بعيدا عن البطولات كبيرة كاس أمم أفريقيا أو كاس بسلاة في الملاعب الفراعية حتى في المدن هو إمتى هنستخدم أستاذ أسوان وإمتى هنستخدم المدينة الرياضية في شرم الشيخ وإمتى هنستخدم طبعا كويس إن إحنا روحنا لهقيق قناة السوية دي بطولة تحت 19 سنة أسوعة زي نعملها على أستاذ القاهرة أو أستاذ اسكندري ليه ليه نعملها في الأستاذات الرئيسية ليه ما نجهزش أستاذ على فكرة المغرب عملت كده في طنجة هوا إيه أكبر مدينتينة ها ساحمت في المغرب بالرباط وكذا بلن كلام منطقة انت بوس ما عملوش فيها المطقة ودي كاس عالم راحوا طنجة الشمال وقبل كده أنا ما فعل كلام بغض النظر أنت عشان تسيب الأستاذ أو كده لا لا بغض النظر ده صح أنت بتعمل تسويق ده صح وبتعمل وبتبين ثقافة برد وبلد بمناسبة تسويق هو في حد حاس أن عندنا بطلوع لا أنا مش حاس تماما يعني النهاردة والناس عمنا بتتبع الدوري وبتاع إيه الحق انت مصر نهاردة بتلعب منجري فجأة فجأة نادي بتكتشف النصر كده ان فيوتشر بتلعب والمصري ايه ده نجيريا برمز بلعبه ايه ده يا مصر زاحبت نحن كان عندنا مطش اللي افتتاح الساعة 4 ومطش دوري الساعة 5 بانك الاهلي ومطش فيوتشر وبرمز في الكونفرس ساعة 6 كل ده في يوم واحد في نفس اربعة مطش مصر ومطنبيق خمسة مطش في البنك متراخلين التلات مطشات في بعض ونرجع نقول طب وليد أنا عايزة أخرجك من خنائة الموعيد لخنائة ميسي وبنزيما ومبابيه على السراعة زباست دي الخنائة الحلوة بقى طبعا احنا يوم لاتنين ان شاء الله ويوم 27 دي بقى خنائة انهزر شوف ميسي طبعا بقولك على حظ بنزيما انه ميسي خد كاس عالم هو سنو حمد الغريب بالنسبالي بقى الغريب بالنسبالي ان الحفلة دي هتبقى في باريس وفكرة اختيار باريس طبعا مؤكد ان الفيفا لما قرر انه يعمل الحفلة في باريس ده يبتبقى عقود بتتعمل مع الرعاة وتجهيزات من زمان فيبدو انه قبل كاس العالم كان خلاص هو بنزيما لان بنزيما اللي كان مكتزح بنزيما هو دور ابتال أوروبا ودورة أسبانيا وغاد البالوندور وفعلا هو اللي كان مكسر الدنيا بصلاحة وكان يبدو انه منتخب فرنسا حتى هو الأقرب للفوز بكاس العالم وكان هو المرشح الأول وبنزيما هي لعب كاس عالم بس اعدينش فرنسا مع ميسي برضو عشان باريس سان جرمان بس فكرة ان انت تحت اولا طبعا معروف ان فرنسا دي بتاع الفرنسو فوتبول فكون ان الفيفا يروح يعملها في فرنسا في بلد الفرنسو فوتبول والبالوندور فلا كان فيه ترتبات او يبدو كانوا متوقعين ان بنزيما هو الأقرب فميسي طبعا دربلهم كورسي في الكولوب ويكسب بكاس العالم وبالتالي هو الأقرب التصويت كان بعد كاس العالم عايدي التصويت كان بعد والتصويت تفتح بعد كاس العالم وتقفى اليوم 3 شهر ده اه بميسي طبعا هما استنوا الكاس العالم يعني دخلوا كاس العالم ضمن الكريتيريا او يعني المقومات بتاعت التصويت طبعا احنا عارفين كلنا تصويت الفيفا بيبقى عامل ازاي جماهير وكبات ومدربين وصحفيين الميث الأقرب منطقيا وأعتقد أنه هو المتوج إن شاء الله يوم 27 كمان هنا فيه ثلاث مدربين مرشحين كارلو أنشيلوتي وإسكالوني وبيب جوارديولا وبرضه أعتقد أن تبقى ما بين أنشيلوتي وإسكالوني وغالبا إسكالوني بما أنه وبطل كأس العالم وعندنا ثلاث حراس وطبعا من الحاجات الكويسة أن ياسين بونو الحارس المغربي داخل ضمن أفضل ثلاث حراس في العالم مع تيبو كورتوا وإيميليانو مارتينيس حارس مارمال أرجنتين حتى لو خد ثالث أفضل حارس في العالم فدي طبعا حاجة كبيرة يعني أن حارس مغربي أو حارس عربي يدخل وكان ضمن الخمسة ما دخلش في الثلاثة لكن كان من ضمن الخمسة وليد الرجراجي طبعا مدرب منتخب المغرب اللي خد رابع العالم الحفلة أو الترشيحات كان من ضمن الـ 14 كان محمد صلاح وتمنى إن شاء الله أن ياخد حتى مركز في الطوبتين في أفضل عشر لعيبة في العالم عشان يحافظ على الاستمرارية للعام الخامس على التوليو ده هيبقى رقم قياسي لأنه قريدي هو حتى من رقم القياسي أنه داخل في القيمة المختصرة النهائية لخمس سنين على التوليو ده رقم أعتقد صعب على أي لعب عربي أو حتى لعب إفريقيا طبعا أنا هطلع من ميسي وبنزيمة والناس الحلوة دي ده مخاوي بقى القيمة بتاعت الزمانك أعلنوها هو طلع لي أبني القيمة على الشاشة انزل بقى والمستنع لا أصلا لك مفيش مصورة شالبي مفيش مصورة شالبي فعلا وأحمد فتوح مش هيبقى موجود مش موجود الزناري مش موجود القيمة قدامنا هقولها لكم كده بسرعة دي قيمة الزمانك المسافرة بكرة وفيها الثلاثة جداد يعني فها محمود شابان هقول لكم الأسماء وفها بالحج وفها ناصر منسي عواد ومحمد صبح ونديم في حراسة المرمة في الدفاع عندنا محمود شابان عبدالغاني حسام عبد المجيد حمز المسلوسي عمر جابر محمد طارق محمد عبد الشافي عبدالله جمعة نص الملعب محمد أشرف روق عمر السيسي نبينا عمد دونجا سيد عبدالله نيمار سيف جعفر أحمد سيد زيسو أحمد بل حاج شيكابالة إبراهيم نضاي يوسف أسامة النبيه وفي الهجوم سيف الجزيري سامسون آكين يولا وناصر منسي الثلاثة الجداد موجودين والثلاثة اللي انت قلت بره هم فعلا بره اه زم انا مصطفى شلبي و يعاني عجع احنا قدام مع بعض يا سيف شبان زمان لكن هي الفكرة ان التلاثة تحس حتى لو مش لعبوا تققلوا القيمة طي اللي هو حتى انت يعني ها يعني معقولة بص الفرقة الكبيرة كلها لازم تكون في بداء القوية لازم يعني أحد أسباب الاستمرارية في الأداء القوي ان كلها في بداء القوية والأهلي النهاردة احنا عاديين نقول أهلي أهلي ليه لما لما عندك طبعا أكرم توفيق تعور انت خدت بالك الواتش اللي فاتت في أسوان انت في أسوان خدت بالك إن حمدي فتح والسولية مش موجودين نص الملعب يعني تخيل مسلا في زمالك بلعب ودونجا مش موجود وعمر السيسي هتحس بأزمة أخدت بالك إن معلول مش موجود أخدت بالك إنه محمود متوالي أربع ماتشات ما بلعبش رجع أو ياسر بريم مش موجود يعني الآل عنده البدائل قوية الود خلد هفتح مكان عن محمد هاني مروان مكسب كبير مكسب كبير قولك إيه لعيب تقيل لعيب تقيل لعيب تقيل لسه يصبص ده بعد كده هيقعد الكل لاب كويس يعني هو في رحة حسام غيالي عنده مهارة لاب كويس طب حختم يا وليد بقى بكريستين أتسو فخير الكورة اه طبعا ده الخبر الحزين يعني اللي احنا عشناه لأيام اللي فاتت ووفاة كريستين أتسو تحت الأنقاض في زلزال تركيا طبعا لعب في دولة الكورسية يعني في لقطة كده كان طبعا محمد قدوس ده محمد قدوس اللعب الغاني اللي بيلعب في آيكس أمستردام أحرز هدف وده بقى يديك الإنسانية وروح القانون يا سيد محمد أول مرة لاعب يرفع الفانيلا أو يخلع الفانيلا وما ياخدش انذار حد يا جماعة الصورة دي كده لما محمد قدوس عمل ده وطبعا الار بي او ريست ان بيس طبعا كريستين أتسو وقدم العزاء ليه على الهوى والحكم ما دلوش انذار الحكم ما دلوش انذار وتكلم معاه وده لأول مرة تحصل والناس استقبلوا ده بيعني بتقضية للعمل شفت له من هو خلف القانون روح القانون روح القانون في حالات انسانية لأ وان الحكم هنا قاض يعني يقدر يقيم موقف في ساعتها هو ده شوفه يخلف القانون لكن الناس تبقى معاك هو ده بالزبط فاكر القاضي اللي بيجي الامريكاني ده اللي بيجي في حاجة شفت بياخد البعد الانساني زي في احكامه طبعا حاجة حاجة بصراحة يعني اه وطبعا يعني مأساة مأساة قاسية جدا واحنا طبعا بنتضامن معاهم ودولة المصرية تضامنت معاهم ده الهدف طبعا اللي احرصه اه طبعا طبعا وده ده واجب علينا وده دور انسانية مصر دايما بتطلع به طبعا هو رفع زي ما شايفين الفانيلا ومحمد قدوس من المواهب العظيمة يعني اللي طلع في الكرة الافريقية والكرة الغنية واللعيبة كمان تضامنت معا لكن لقطة الحكم او مفاعله الحكم هو ده الرسالة اللي كنت حابب اتكلم فيها النهاردة انه مش دايما القانون هو قانون سيف بس حتى السيف ممكن انه هو يعني يدخل في الغمض بتاعه لو الحالة الانسانية تستدعي ده فانا بحيي الحكم من هنا وبقوله يعني ان انت البطن الحكم في الموقف اه هو تقدير الموقف طبعا بالضبط لانه في البطن الموقف اللي اقدره الحكم ده هيصنع حالة وسط الجمهور وهتخل الجمهور كله يتعامل بالموقف ده بانسانية يعني بالضبط انها مرحيش مشاهد مؤلمة في تركيا وصوريا واتسو كمان كانت قصته انسانية لانه كان المفروض انه هو هيمشي بعد يسافر بعد المباراة على طول فلما احرز الهدف واحرز الهدف في المباراة اللي قبل وفاته بساعة قليلة فقرر انه يبيت الليلة في تركيا ويحتفل فسبحان الله قدر مرسوم ومن اللعيب تاني آآ قال لك سنة قمت صلي الفجر فبردو الزلزال حصل فالبيت هو كان بيصلي كان بيصلي آآ فبردو قدر هنا انقاذه وهنا القدر كان يعني في واحد كل واحد مكتوب لاصلوقه يعني موته ازاي يعني كل واحد فينا مكتوب آآ نهايته ازاي آآ اختم بتوقعاتك اللي ماتش الزمانك والتراجي لا ده اسأل عبدالجليل بقى احنا بعد عبدالجليل وهو في عد بعد عبدالجليل يتوقع انا قد gewoon ليك دمبر ه tidy ايه . اي نا قدر عيدة هاي بنيش ان مخاوي لأ معزة القصير مخاوي الان انا في ماتش اجيه اول ايه تلاتة طي اصوان تلاتة الاتة اقول يا رب الاهل يجيبجول اين اي حاجه اي حاجه اي حاجه اي حاجه اي حاجه اي حاجه مش اهلك اتنين اول تلاتة لا والتلاتة جون في الشوت الاول وشوت كامل الاهل BA انا قلت الاهل هيجيبش اه جنب. لا وبعدل اصوال بنالتي ضيع. والله. اصوال بنالتي ضيع. يعني كنت قلت لاتها واحد. و بعد عبدالجليل مفيش توقعات. لا يعني الآل الزمالك اه تعادل حتى الآل يعني. ام. هو التعادل يبقي. اه يبقي الامال. يعني يبقي الامال. حتى المهمة صعبة صحية. صعب جدا. صعب جدا طبعا. طبعا. والترجي فايق. اه. ان شاء الله حسس انها تبقى تعادل. يعني انا براهن ان شاء الله ان يكون في انتفاضة زمالكوية الترجي خايف من الزمالك. والزمالك عنده اوراق ولعيبة. لو في مستوان في مطش الترجي ان شاء الله يقدم صورة كويسة. بإذن الله. بسم الله. السيد الرحمد الخضري شرفتنا ونورتنا. شكرا جزيلا. دكتور ويد الحديدي شرفتنا ونورتنا. شكرا جزيلا. هنه كده وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. بكرا ان شاء الله اذا كان لنا عمر المشيئة في تمام. الحدي عشر مساء حلقة جديدة من بوكس تو بوكس. يلا اللقاء.